أعرب كل من الرئيس التركي رجب طيب دغان ورئيس الوزراء التركي بن علي يلدريمام سلار بيعا عن استيائهما إذا أقرار الولايات المتحدة بتسليح القوات الكردية السورية مؤخرا يجب على الولايات المتحدة أن لا تستعمل تنظيما إرهابيا لمكافأة التنظيم المتطرف إذ أن ذلك يهدد المستقبل السورية وكذلك المنطقة وقد سبق أن ارتكبت الولايات المتحدة نفس الخطأ قال أردوغان إنه سيجري اجتماعا حول هذا الموضوع مع نظيره الأمريكي ترامب في السادس عشر هذا الشهر معربا عن أمله في وقوف الولايات المتحدة إلى جانب تركيا وليس الإرهابيين وفي هذا الصدد ذكر رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم يوم الأربعاء الفائت أنه لا يقبل قيام الولايات المتحدة بتسليح المقاتلين الأكراد داخل سوريا إن دعم حزب الأمال الكورستاني أمر ترفره تركيا سواء كان بشكل مباشر أو إيري مباشر وإن كلا تركيا والولايات المتحدة حلفان مهمان في حلف الناتو لذلك لا أعتقد أن الولايات المتحدة ستختار دعم تنظيم رحبي يمص بحليف مهم لها وحيال استياء تركيا أشار وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس الذي قام بزيارة إلى لتوانيا في اليوم ذاته أشار إلى أن تركيا هي حليف مهم بالنسبة للناتو وأن بتعاون معها على أساس المساواة لحل قضية الأكراد قائلا إن تركيا تعد الدولة الوحيدة من أعضاء الناتو التي تعاني من تهديدات حزب العمال الكورستاني لذلك ستكثف بلاده تعاونها معها سعيا إلى تأمين جنوب تركيا التي هي منطقة حدودية مع جنوب أوروبا كذلك